شفتها مؤخرا عجابي تاجورد الطائرة ده اللي شفته رحلة 440 وبس انا بروح كل المهارة عشان شوف الافلام العرب فانا معجب جدا بقولك حاليا بالسينما السودانية مبهور بيها افلام جيدة جدا افلامنا السنة دي مش كتير وبعدين احنا نفتقر الى الكوميديا الحقيقية ده رأيي يعني مش ممكن نحمل الممثل عبء كل حاجة انه يجي يقول الكم اف بتاعه وانت ملا قول فيه فرق كبير بين السينما والمسرح المسرح هتطلع بيجي لك الاراد ارادة ضحك بيجي لك وانت وقف فتوقفي امتى السينما عكس كده اللي شايف السينما هو المخرج لانه عارف ايه اللي قبل و ايه اللي بعد وحجم الكادر ايه اه اه اتمنى من الولاد الجديد اللي طالعين يتعبوا شوية في الورق ويشتعلوا مع المخرجين عندهم حس كوميدي اتمنى هزا ما يعني اصلحنا عادلين مع الصباح دايما عندك بنت انحس الكوميدي ده في الافلام عشان كده انت اكتر حالي بلوقتي اكدت عليها اني لازم المخرج يكون عنده الحس الكوميدي وهو بيعمل اي فن كوميدي مين من المخرجين الشباب شايفهم كتس في احمد الجندي كويس باشوفو بس برضو محتاج ورق ورق طبعا هي الحكاية في الورق المخرج الكوميدي مش يدخل يصور لازم يقعد كتير على الورق عشان يعرف ايه يوصل هل احنا فلا عندنا ازمة سيناريو؟ انا اكبر مثل بقوله استاذنا العظيم بشير الديك ما كتبش من عشرين سنة ليه ما نروحلوش ويكتب؟ عندنا كتاب قاعدين في البيوت بينما بقى انا ساعات تجيلي سيناريوات بيغلطوا في القملة تصوري سيناريوات بيغلط في القملة فلازم نرجع للأساتذة الكبار يا علي بدرخان ازاي هي هذه القيمة ما يشتهلش بقاله اكتر من خمسة عشرين سنة مش فهمها بحياتك شايف البلادفورمز او المنصات هل عملت جمهور مختلف او خلت مواضيع كم ممكن ما نعرفش نعملها في السينيما او نعملها في الفيديو بينما نقدر نعملها في المنصات او انها هي فكرة تجارية في الاخر يعني متعة الانكتروحي تتفرجي على فيلم افضل العرضي متعة لا يسويها شي انما انا عدو اقفل والاعلان فاقلب على ماتش الكورة وارجع لانا انا ما بحب شدها طبعا هحصل رواج والناس اشتغلت واوة انما الفيلم الحقيقي على الشاشة الكبيرة مش في التليفزيون كمان اناس كتير يقولك حاعد اشوف الفيلم قط شاشات كبرت دلوقتي ولكن فيه تقص انك لابسة وراحت دور العرضة تقص